إلى لبنان حيث استأنف المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت اليوم تحقيقاته بعد 13 شهرا على تعليقها جراء دعوة رفعها أتباعا عدد من المدع عليهم ضده وفق ما أفاد مسؤول قضائي لوكالة فرانس بريس وقرر القاضي طارق بيطار إخلاء سبيل خمسة موقفين منذ الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية في أغسطس 2020 بينهم مسؤولان سابقان في المرفأ إلى جانب الادعاء على ثمانية أشخاص جدد بينهم مسؤولان أمنيان رفعان